حدثنا أبو عامر حدثنا زهير يعني ابن محمد عن يزيد بن يزيد يعني ابن جابر عن خالد بن لجلاجي عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غدات وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقلنا يا رسول الله إن نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقال ما يمنعني وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك فقال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري أي ربي قال ذلك مرتين أو ثلاثا قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلل ما ما في السموات وما في الأرض ثم تل هذه الآية وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السموات والأرض الآية قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت في الكفارات قال وما الكفارات قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات الجلوس في المسجد خلاف الصلوات وإبلاغ الوضوء في المكاره قال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام فقالا يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المسكين وأن تتوب علي وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتوء حثن الزبيري محمد بن عبد الله حدثن إسرائيل عن صماك قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن عامر حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما وجد مس الحجارة خرج فهلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتمه حانا سريج بن النعمان حدثنا حماد عن خالد الحذائي عن عبد الله بن شقيق عن رجل إن قال قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا قال وآدم بين الروح الجسدي